لبوا نداء الوطن والتحقوا بركب التظاهرات ليكملوا لوحة الشعب المنتفض بجميع فئاته من المدارس والجامعات تفجر الغضب الطلابي في مختلف محافظات العراق وحملوا مشاعر العلم على طريق دم شهداء انتفاضة تشرين في بغداد والبصرة وبابل وميسان وذيقار والقادسية والمثنة أعلن طلاب الجامعة والثانويات إضرابهم عن الدوام لينضموا لمدرسة الانتفاضة العراقية بشعارات وهتافات اتفقوا بها مع مختلف فئات الشعب إسقاطوا النظام وكنس رايات الأحزاب وشعاراتها من ساحة وطنهم الجريح عشرات المدارس والجامعات تشهد غليان طلابيا مستمرا منذ سنين لكنه تفجر صاخبا هذه الأيام ولم تفلح شعارات التخدير والخداع الحكومية في تحييد الفئات الطلابية حيث حاول متنفذو الأحزاب في مؤسسات التربية والتعليم العالي ضرب انتفاضة الطلاب لإدراكهم أن تظاهرات الطلبة تكمل الطوق الشعبي حول المنظومة الحاكمة وتجعلها محاصرة من فئات الشعب كافة إذانا بإسقاطها كليا دخول الطلاب على خط التظاهرات أعطى انتفاضة تشرين بعدا رمزيا من حيث أن حملة لواء العلم في كل البلدان لهم دور كبير في صناعة التغيير كما أن انضمام الطلبة لجموع المتظاهرين يؤكد نضوج الوعي الشعبي العراقي لمتطلبات المرحلة وفهم حقيقة المنظومة الحاكمة وإدراك خطر بقائها على مستقبل العراق إذن هي ليست تظاهرات فقراء على الجوع فحسب ولا غضب مظلومين ضد آلة القمع كذلك إنما هي بركان شعبي عارم فجرته كل الفئات العمرية والمهنية والثقافية ضد ستة عشر عاما وأكثر من حكم حري بالعراقيين أن يزيلوه عن طريق الأجيال القادمة